صباح الخير عليكم يا احلى متتبعين صباح النور والزهر والياسمين صباح الورد والرزق والتسير والصورة سوف نقول لكم من هذا الفلسة صباح الخير سوف تقولون لي ليلة الفاسية اشتركوا في هذا الوقت على بره المهم انا راني خرجت معاولدي سوف يركف تخلص بياله لان اختار يمشي في الفوج والفوج داني يجي معه يمشي كيلقى الاستداء بدات شرح و تخلص بياله فقال ليه يبقى يمشي في الفوج الاول صباح هنا نوتو بكري درت الفطور خرجت معاه تاكن نركبوه دائما وعدتا نطلع بحليل الطار هنا البنات انا كان فيق بكري دابا فيق بكري هنتو مشتوت خنسبوغ ديال ماداريس كيدوزو كيما كيقولون الناس القدام نوت بكري بدها بمشري فعلا انا نقول لكم علاش نوت بكري طيبة الفطور و احسن فطور درتوه هو النهار معاه البصارة طيبة البصارة البنات و طحنتها نوت ولداتي فطرتهم و رجلي رجلي عط غادي يجي فطر درت ليه اتاي حيث احنا كل واحد و بحشك القشلة عندي الولد يشرب غير حليب و يخرج عندي البنية تلقي قهوة ديالها بوحدتها مع خبيز و زويته و فرماجه انا يخلص غلق هوا دياله مع بسكويت ديالهيرنيس و صافي و عزيز عليا هيرنيس هنريس ولا هيرنيس هو هادك المهم هنه هاد صبح هاده رجلي قل لك تشهال بصارة الباحق قل هاليا قلت غادي ينطيب هالو الفطر حيث كي يحمق عليها هوا في الفطر و احسن حاجه بش توصل للقلب الراجل وهي كرشو معيتو ديري لودك شى اللي كي يبغي في الماكلة و صافي اللي بغيت يا يحضرها لك ما كين لا خاصك تديري ولا ما خاصكش تديري غايت تعامل اللسان الحلو المعاملة شنو كان نقصده باللسان الحلو يعني كلمة طيبة كلمة زوينة تعامل تقديد يجيل قدر مقدة ولدة نقيقيين يجيل قدر مقدة المعاملة الماكلة واجدة دك شى اللي كي يبغي في الماكلة تديري مش انتية شرقه هو يغرب مو يما هاد شى اللي كي ان البنات هاد النصيحة ياربين ندرو بها احنا كاملين درنا بها الحمد والله حلقات نتيجة زوينة هنا درت لي زليفة ديال بيصار فيها زويتة ديال العود زيت الزيتون مع شو ديال كامون بلدي والسودانية وعمرت لي واحد البرات ديالة تايب الشيبة يلا لف هاد البرد كي يصخن وطب يصيل ديال الزيتون هاد زيتون هاد اراني شرملت له درت في واحد شوية ديال تومة سنف ديال تومة مع شوية زعتر هتقولوا لي علاش درتي التومة غنقول لكم تومة كتجي غزالة وما كتكون شريحة هوا هاد البنات الزيتون كنت صوبته وهذا واحد اخر مهم غزال غزال اخر مرة نبقى نشري الزيتون الى كنت تعرفة اللي كي بيعوك يصوبوه زوين هاد انا درته رمى فيه لما وضحها في ضل السودان لا تشي حاجة زوين ان شاء الله لنعطيكم الطريقة إلا بغيتوها قولوها لي سوف نعطيكم الطريقة كيفية سهلة هنا البنات ادخلت من بعد الفطور مشيت نجمع البيت دراري كيمشي وفيك يكونوا يحفظوا و يخرجوا التمارين يخليوا ذاك التفاطر كين ضوخين بالنعاز خلوا كل شي مش تتعد انا كنعزل كل واحد كنعزله دياله باش نعزله هم خصنيتان قراصمية واشتع البنت وانتعلوا لدير لهم كل واحد لمجورة ديالهم زي ما فين يديروا ادواتهم تعال الله الله مكين غيره ونوحط ايوه مول الدراري هو هادا المويم البنات الزيتون انا نعطيكم الطريقة ديال الزيتون بلا ما انتم ما تشوفوش كنجمع انا كندير بحال ذاك الروبو بالزربة كنجمع ياريت لكم كننا بحال هكايا كنزربو في الجميع اه البنات ذاك الزيتون اه درت لي نهار لي جابو لي يا رجلي ما تتغسلوش وخيكون فيها الغبرة ما تتغسلوش لانا لغسلته غادي ضبب وغادي دير ذاك الصوفة ما يبقاش مزيان اه درت لي بزلته غير بيدية ودرت لي الملحة الحية ودرته في السطل ما كشن تكون الملحة الحية ديروغي الملحة عادية وديروه في واحد سطيل وشدو عليه يكون ذاك سطل مشدود او لفخنشة وحطوها نعليش درتوه في السطل باش ما يهبطش ذاك المرجو يوصخ لي الارض هذا ما كان خليتو اه تقريبا واحد الخمسية ما قلو الستية مشيت كان هزكندوك لقيتو طابح له صافي وانا نغسله من ذاك الملحة ودرتو استقطار ودرتو ايبس وفرشت له بعد باكينشتة فرشت واحد المنديل فوق الطبلة وكن حطو غير فوق الطبلة بسافرة هي بس قلت لي الزيت البلدية يعني الزيت العود قلتوا تديرو الرومية لما عندكم مش زيت الزيتون تديرو اخرى مش مشكل مهم درت انا زيت الزيتون تدرت ليها وكان هزغير قياس تقريبا كيلو ونص جوش كيلو في الميكا وكندير عليه واحد سنف ديالتو ما وزعتها كي يجي يغزل كي يحمق وليلا كي يحمق وما تديروش الملحة لانا صافي رادية جادرنا الملحة في اللول كددخل له صافي لا تديروش الملحة بزاف مهمة البنات هنا راني جمعت الدار قط قط الزرابة مسحت الشرجم غسلت دا كزاج ديال الشرجم والله الى البنات واحدة مرة دووزتها هذا النهار ما نقول لكمش ولكن في الاخير ما فرحتش انتم ما غتشاهدوا معي الفيديو غادي تشوفوا في الاخير شنو كاين هاد الزرابة هاد اللي راني دابا صوبتها وجمعتها وسقط قط الزرابة كاملين دووزت لانسباغاتو هاد البيت هاد درت ليه الشرجم ديالو كان خاسر صوبت ليه الشرجم ديالو الراسي المعلم ما ما جانيش واصلا كان جا صوبوا ليه في اللول ولكن دكت صوب ديالو ما عجبنيش قال لي يلا مخسكيش طلعي بالزربة وما تبطيش بالزربة وغيبش ويارا غادي ويطيح ونقصني لغا يصوب ليش حاجة يصوبها صافي مت وليش طيح مهم غير ديباناني وصافي مشا دووز وقلي واحد سيمانة ولا عشر يام ورجعت طيح من ديك الساعته هو طايح اليوم قلت صافي غادي نخدم الخدمات ديالو الرجال غادي نشمر على دراعي ونخدم الخدمات تاع الرجال يلا ديال المعلمين الحريفية ماشي غير اجي وخدمها والله العظيم اللي تمحنت تمحنت مع هات الشر جمعات كملت مع الدار من بعد ما سيقتها وساليت وقديتها زيت تمحنت واحدة واحدة اخرى واحدة الروينة ما عندها لا حد ولا قياسة ولكن الحمد لله الي جت على قد هك وما جتنيش في العافية او لا الماء والعافي والموضو وحاجة واحدة اخرى ديك الساعت الله يحفظ كل شي غادي يمشي الحمد لله على كل حال هنا البنات انا قلت غادي نمشي نطلع على هات الشر جمعات نشوف بعدها الديفه فين كاين وعاد نشوف راسي شغندير عرفت الديفه من كاين صفي قررت انا نصوبه مع انا قلت لراجلي صوبه ولكن راجلي اعياء قلت لك لا صفي ما فيه ما يرون ما فيه ما يخرب اقصى فيه انا قلت اليوم يا بيه يبهى تشترجم طاحت تهرس الله يعاوننا ويعاونه تقادل تصوب هذا الشي اللي بغيت هذا ما كان المهم تقاتلت معه مع انا شوية ديال الصعوبة فيه مشي غير شوية بزيف رخص اللي يجيدك الصمطة خاص اللي يجبدها وكترخفي الصمطة من الهنا من الداخل ولي على بره من البره فيه وقفة اناية وديري دي وراسي تمكينه هاليك البلاصة يخص واحد ما واحد من الهنا كي يجبت ديك الصمطة كي يرخفها لانك تزير عليها من الهي وكتجرحني في دي الحديدة صراحة صعيب افتصوها بدياله بالنسبة لي اناية غيبو حديتي خاص اللي ما علينا عرفت منين المشكيل وعرفت دي فو فين كاين سافي وجبت دك الصمطة قطعتها من تمام من بعد ما قديتها قطعتها تصوبت دك تحليتها كاملة هبطتها وقطعتها فين مربوطة في الراس ديالها وحيت هذيك البلاصة اللي مطوية كانت مطوية وهي اللي كتخليك تقلب ديك الموتور ديال الكاشريدو اللي كيتطلع كيتتقلب كتهبط وشنو اللي كي يقلبها هو هذيك الصمطة اللي مقلوبة فيها وجاية ملتحت وملوية عليه مهم ما عرفتش نشرح مزيان مهم انا عرفت الديفو فين كاين قديت الشرجم صوبته ناري على الغبرة كينا فيه الداخل هذيك البلاصة هذيك تكون داخل في الكرش ديال شرم الداخل داخل ديال شرم الداخل فين مرولي داك الكاشريدو خاوية مهم تقاتلت معه حتى صوبته ولكن ما نقول لكم شطراب والغبرة والروينة ما عندي ما نقول شوفوا هذي الخشبة هذيك تكون شوفوا يديك البلات شوفوا الحجر اللي طاح والطراب شغل نقول لكم الله غالب وصافي اللي رأسو رأسو المحاين وهذا قديتو صلحتو اهم حاجة واناني صلحتو لكن تمرا ماشي مشكيل نحيدو داك شي معلش نحيدو هذي الوصخ هذا بيت تمسح المهم شترجم تقاتل و تصوب هذا هو الاهم نبغي نحل شترجم الصباح تنقى الدنيا تقل هوا نقيقية و هوا جديدة وتخرج ديك النفس ديال الدار و النفس ديال بنادم ذاك شي علاش بقيت كانت تقاتل معا حتى صوبته لكن اللي صعب هنا يا وهو ان ذاك الشرجم باش تطلعي وتقلسي في وتصوبي ذاك الشرجم وانا بحل هذي الوزن ديالي تقيله و غليضه وتقيله ماشي تقيله تقيله اصلا انا يا يعني راهي تكيت على ذاك الحديد بزاف فورسيت غادي نطيح القدام اللي هي هالطريق الشنطي التحت الله يحفظ الى عشت غا نعيش معاقة نكون مهرسة من شي طرف في ذاتي و الى مت الله يرحمني هذا الشي اللي كاهين والله العادي من البناتي اللي تمحنت بزاف بزاف مع ذاك الشرجم ما علينا المهم قدت وصوبته وقلت على المعلم يجي صوبه ليه قل يرى عندي واحد البريكور في جهة واحدة اخرى لا تصبر رايح تنجي يعني تلغى الدولة بعده والله ما قلت غادي نشي نصوبه الراسي وهذا ما كان هاد الوصخ اللي طاح غادي نمسحه وغا نجمع ديك التراب وديك الحجر طاح بزاف ديال التراب والحجر طاح تمكينه وطاح في ذاك البلاصة ديال الالمينيوم في ذاك السكة ديال الشرم عامرة عامرة وهنا عوتاني فوق هاد الطبلة هادي معاك تكنطلع عليها وتحت منها واحدة روينا غير خليها الله صافي المهم جبت باش نمسح وجبت شوية ديال سانيكروه باش تبقى لي واحدة رويحة زوينا اول حاجة غناخدش الطابة بغيت نحيدها من العصادية لها ولكن ارتيرها بحالي تقول ضربتيلها لكولا معا انا شحال هادي كانش طبية ولا هاد الطبية كتزول وكتبقى تضر غير بوحديتها هاد النار اللي بغيت نحيدها لقيتها لاصقة ضربة جبيرة صاب في هاد الغبرة هادي مسح تجمع ديك الحجر اه بحقه بشيته ما غنخويش المالي انه تحت منه كين قاراج ماليه لتحت عندهم سلعة ديالهم ما يمكن ليش نخوي الماليهم ام فوقش كان بغي نخوي المال من اللي كيكون الليل هاكا وكتقطع الرجل كيكون بنا دمك يمشي شو كي يجي عادة نخوي المال اولي عندي واحد شركة تخوي علي المال فمني كيوبطع ليدك الوصخ ديال هاكي نقلس من اللي كيجي الليل كان عارف انه الغارة صافي تسد عادة نخوي المال و هاكا كان نغسل الشرجم ديالي انا يا غير شروطة كان مسحو بحال هاكا صافي البنات كان مسح تديك الشرجم غدين مشي باش نجمعها و تاني الدنيا الدار كامل اخصها تجمع البيت غدين هزو اه كان عندي زرابة محطوطين اراكم شو حتوه في الولد الفيديو كانوا زرابة محطوطين وكل شي محطوطين ولكن جاتوا واحد الكاريته ديال واحد الفويت في الحمام اه خرج لي المام من الحمام خرج ليه على البيوت على الدار كاملة وهابط حتل على بره وذك المام مصخ هنا راني اه واحد المقطع حيتو حتل الاخير وغادي نوريه اليكم صافي هنا اه بغيت زرابة راني صافي صبينتهم ويبسوا لي وغادي نرجحهم الفيديو راني صورته على مراحل ولكن بغيت نشارك معاكم واحد العجب خرج من الحمام ردوا البلا ردوا البلا الناس ردوا البلا بزاف شنو كيخرج ودراليش تيديرو في السطح اولاش تيديرو في القوادس ولا الموية مردوا البلا بزاف معاهم غاتشوفوا واحد العجب خرج ليه في الدار انخليه اليكم هنا يا غادي تشوفوه هنا جففت اه كنك حزوك طبالي كان جففت احت منهم مردهم باش هكايا باش نرد زربيا لانه راها يبسات صافي اه هانتوما هالعجب بلي خرج ليه في الدار كل شي فزق واحد الفويد في الحمام وخرج لما ضق وحده وده كل ما موصخ كيف مما كتشوفوه هانتوما خرج على الزرابي وخرج على كل شي بعد ما ساليت بتسياق وساليت كل شي دا والبيت راه فاش توصخ هو هذا البيت راني شتوني في الولد الفيديو محيدة الظربية ولكن راه كان كل شي مفرش كيف مما كتشوفوه هانتوما انا را كنصور ليكم دا با من التحت طالعا الضاري شوفوه ما في نوصلها بطل كاف وخرج على الباب وصل الطريق على برا شوفوه الوصخ اللي خرج من ذاك الحمام فاض علينا القواديسة الحمام ماشته طلع على المحته الفوق اللي طاج الفوق عني فاض ايوه ما خلال الزرابي شوفو الزرابي خرجتهم حطت غير هنا في الباب هانتوما الصالون كيف تهو رجع واحد الحالة ما نقول لكمش واحد الكاريتة واحد الكاريتة واحد الحالة لا يحتد عليها ايوه هدي هي الكاريتة البنات غادي نخليكم احتى من بعد ان شاء الله سمحوا لي على هاد العفين على هاد الروينة اللي خرجت من الحمام ومن ذاك الطوالة الرومية ما شاء الله ولا حوله ولا قوته والله دربت واحد تسيق الدار وجمعته وقدته ولكن نقوله الحمد لله اللي جت على الموخم والصخ ماشي مشكل المهم ما كانش مشي شي حاجة اللي خطيرة بحال نقوله الضمع الماء لانا نتابعت وطيحت الديجنكتورنة الدار طيحت الديجنكتورنة الدار ديالي لدي الضمع وعيت على أخويا والواليدة رجلي كان بعيد يالله راجيشت يزربي في المحطوطين كاملين هنا مرت أخويا مسكينا راكت تعاوني مع الواليدة مع أخويا مع اسميته الجيراني مساكن حتى جيراني جاوك يعاونوني الحمد لله جمعوك يجمعوا معي روينة هنا حيث تشوفوا البنات شتير روينة كي كانت وهذا الشي اللي كاينة البنات الحمد لله لكل حال نرجعون قولوا الحمد لله شتير وما في نوصل الضربية عامة زينها وهذا الماء تحت منها شوفوا هاد الماء تحت الضربية هاد الماء الحمد لله لما طلع ليش فوق الفراج فوق صدادر وما كنتش في الدار اما كون كون ما كنتش في الدار شوفوا هاد العفن كون ما كنتش في الدار تصوروا هاد شي كله يخرج ويبقى ليه في الدار والباب مشدودة والحمام مشدود وغاي خرج يخرج حتى يعمر ليه